رغم غساوة عدوان أغسطس عام تسعين ومرارة ما خلفه من أثار لسيما على صعيد الشهداء والمفقودين الكويتين إلا أن الكويت واستنادا إلى مساعيها الإنسانية ودورها الإقليمي الرائد الهادف إلى دعم استقرار المنطقة أطلقت مساعداتها للشعب العراقي والتي بدأتها الجمعية الخيرية الوطنية بتوجيهات من أمير البلاد الراحل الشيخ جابر أحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى عبر إسر مساعداتها إلى اللاجئين العراقيين في إيران منذ إبريل عام 1995 وقدمت الكويت عقب التحرير العراق عام 2003 العون والإغاثة إلى اللاجئين في هذا البلد حتى أصبحت اليوم من أكبر المانحين له إذ تبرعت في إبريل من 2008 بمبلغ مليون دولار لمفعوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العراقيين بهدف تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم من غذاء ومأوى وصحة وتعليم وتنوعات أوجه المساعدات الكويتية للعراق لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية فقد ساهمت في بناء المدارس والمراكز الصحية وأرسلت المساعدات الإغاثية والعينية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية المعنية وتعهدت الكويت في يوليو من عام 2016 بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بلغت نحو 180 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي عقد برعايتها ودول أخرى في واشنطن ما لقي إشادة من مجلس الأمن الدولي بما تقدمه البلاد من دعم مستمر لتحقيق الاستقرار في العراق وتماشيا مع مباديها في دعم الأشقاء استضافت البلاد في فبراير 2018 مؤتمرا دوليا لعادة إعمار العراق وجسدت زيارة التي قام بها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراء للعراق في التاسع عشر من يونيو عام 2019 أنبل المساعي الحميدة في الحفاظ على العلاقات الأخوية وطي الملفات العالقة بين البلدين وجاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خير خلف لخير سلف مستكملا مسيرة القيادة السياسية في الساعي المستمر في الحفاظ على العلاقات الأخوية بين البلدين وتأتي على المبادرات والمساعي انطلاقا من القيم والمبادئ الإنسانية والنوايا الحسنة التي جبلت عليها الكويت قيادة وشعبا منذ القدم إذ لم ولن تتوانى عن مد يد العون والمساعدة في حل كافة الملفات العالقة بين البلدين لتعزيز وحفظ استقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر